مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طلاب الصف الحادي عشر العلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المركبات العضوية الأخرى الجزء الثالث مر معنا هذا الجدول سابقا ويبين المجموعات الوظيفية التي تميز المركبات العضوية اليوم سنتحدث بإذن الله عن الألدهايدات والكيتونات وهذه هي المجموعات الوظيفية التي تميز كل منهما الألدهايدات والكيتونات هناك مجموعة وظيفية مشتركة بينهما كما نلاحظ في الشكل ذرة كربون ترتبط برابطة ثنائية مع ذرة أكسجين تسمى هذه المجموعة الوظيفية الكربونيل وهذه هي الصيغة البنائية لمجموعة الكربونيل ذرة كربون تكون جزءا من سلسلة الكربون الأطول في المركب وترتبط برابطة ثنائية مع ذرة أكسجين ويمكن كتابة الصيغة المكثفة لهذه المجموعة بهذا الشكل CO بماذا تختلف مجموعة الكربونيل في كل من الألدهايدات والكيتونات لاحظ في الألدهايد ترتبط مجموعة الكربونيل بذرة هيدروجين أما في الكيتون فترتبط مجموعة الكربونيل بذرتين كربون في السلسلة الكربونية إذن فالألدهايدات مركبات تحتوي على مجموعة كربونيل مرتبطة بأول ذرة كربون في أطول سلسلة كربونية فهي دائما طرفية في طرف السلسلة الكربونية أي تكون ذرة الكربون في مجموعة الكربونيل الذرة الأولى في السلسلة الكربونية يتم في الغالب اختصار مجموعة الكربونيل في الألدهايد بصورة CHO وتسمى مجموعة الفورميل في الصيغة المكثفة كما تلاحظ في هذا الشكل أين مجموعة الفورميل في هذا المركب مجموعة الفورميل طرفية عبارة عن ذرة كربون مرتبطة بذرة أكسوجين برابطة ثنائية وذرة هيدروجين كيف يمكن كتابة الصيغة المكثفة لهذا المركب لدينا أربع ذرات كربون متصلة بمجموعة الكربونيل من اليسار CH3 ثم تتكرر CH2 ثلاث مرات إذن CH3 CH2 بين قوسين مضروبة في ثلاثة ثم مجموعة الفورميل CHO أما الكيتونات فمجموعة الكربونيل فيها غير طرفية أي أن مجموعة الكربونيل متصلة بذرتين كربون عن يمينها وعن يسارها بما أن مجموعة الكربونيل في الكيتونات تقع ضمن سلسلة الكربون فلا توجد ذرات هيدروجين مرتبطة بها لذلك تكتب مجموعة الكربونيل بهذا الشكل CO أصغر كيتون يتألف من ثلاث ذرات كربون لأن مجموعة الكربونيل في الكيتون يجب أن تكون مرتبطة بذرتين كربون عن يمينها وعن يسارها ويعرف هذا المركب الكيتون الذي يتألف من ثلاث ذرات كربون بالبروبانون وهو معروف باسم شائع هو الأسيتون ويستخدم مخففا لقوام الطلاء ومزيلا لطلاء الأضافر تدريب صنف المركبات الآتية إلى الديهايدات وكيتونات المركب الأول مجموعة كربونيل متصلة بذرتين هيدروجين عن يمينها وعن يسارها هذا المركب الديهايد لعلك لاحظت عزيز الطالب أن مجموعة الكربونيل لم ترتبط بذرة كربون لا عن يمينها ولا عن يسارها نعم يمكن أن يكون الديهايد مكونا من ذرة كربون واحدة هي التي ترتبط بذرة الأكسوجين أي مجموعة الكربونيل وهذا أصغر مركبات الألديهايد أما الكيتون فقد ذكرنا أن أصغر مركبات الكيتون مكون من ثلاث ذرات كربون المركب الثاني مكون من مجموعة كربونيل متصلة بذرة كربون وذرة هيدروجين مجموعة الكربونيل طرفية إذن فالمركب ألديهايد المركب التالي CH3 CH2 ثلاث مرات CHO هذه الصيغة مكثفة وهي لألديهايد المركب الأخير مجموعة الكربونيل هذه مرتبطة بذرة كربون عن يمينها وذرة كربون عن يسارها إذن فالمركب كيتون تسمية الألديهايدات يبدأ ترقيم سلسلة الكربون في الألديهايدات دائما بإعطاء ذرة كربون مجموعة الكربونيل الرقم واحد لماذا؟ لأن مجموعة الكربونيل في الألديهايدات دائما طرفية وتحدد أسماء الألديهايدات باللاحقة ألف ولم أل لاحظ المثال الأول ميثانان H-C-H-O مجموعة كربونيل متصلة بذرة كربون عن يميني واليسار وذكرنا أن هذا المركب هو أبسط مركبات الألديهايد المركب المركب الثاني مجموعة كربونيل مرتبطة بذرة كربون واحدة أصبح لدينا ذرة كربون الأولى الأولى ذرة كربون في مجموعة الكربونيل والثانية CH3 ذرتا كربون إيث وألف ولام للدلالة على الألديهايد إذن إذن اسم المركب إيثانال وكذلك المركب الأخير ثلاث ذرات كربون مع مجموعة الكربونيل ثلاث ذرات كربون بروبانال تسمية الكيتونات يحدد اسم الكيتونات حسب التسمية الدولية أيوباك بإضافة اللاحقة وون على عكس الألديهايدات إذا احتوى المركب أكثر من أربع ذرات كربون سيتغير موضع مجموعة الكربونيل وعليه يجب تحديد موقع مجموعة الكربونيل بوضع رقم يبين موقع مجموعة الكربونيل في مقدمة الاسم هل موقعها الذرة الثانية أم الثالثة إذن يجب أن نرقب وبالتأكيد سيكون الترقيم بحيث تأخذ مجموعة كربونيل الرقم الأقل مثال سم المركبة للصيغة البنائية المقابلة واكتب صيغته المكثفة الخطوة الأولى نحدد أطول سلسلة كربونية ونعرفها بالبادئة هيكس لأنها تتكون من ست ذرات كربون ثم نضيف اللاحقة آن لأن جميع الروابط بين ذرات الكربون أحادية إذن هيكسان ثم نضيف اللاحقة آل لتحديد مجموعة الكربونيل في طرف سلسلة الكربون إذن فاسم المركب هيكسانال الصيغة المكثفة CH3 CH2 مكررة أربعة مرات إذن CH2 بين قوسين أربعة ثم مجموعة الفورميل CHO ويمكن كتابة هذه الصيغة أيضا بهذا الشكل C5 H11 CHO مثال سمي المركب ذا الصيغة البنائية المقابلة ثم اكتب الصيغة المكثفة أولا نحدد أطول سلسلة كربونية وهي مكونة من تسع ذرات كربون ترتبط جميعها بروابط وحادية إذن نونان ثم نضيف اللاحقة ON لبيان وجود مجموعة الكربونيل في سلسلة الكربون نونانون لكن يجب تحديد موقع مجموعة الكربونيل إذن علينا ترقيم هذه السلسلة هل سنبدأ من اليمين أم من اليسار الجواب نبدأ من اليسار حتى تأخذ مجموعة الكربونيل الرقم الأقل إذا بدأنا من اليمين سيكون رقم مجموعة الكربونيل ستة أكثر من أربعة إذن نبدأ الترقيم من اليسار فيكون اسم المركب أربعة نونانون الصيقة المكثفة لدينا على يسار الكربونيل سي أتش ثري سي أتش مكررة مرتين ثم الكربونيل سي أو ثم سي أتش مكررة أربع مرات وفي نهاية المركب سي أتش ثري إذن نستطيع كتابة الصيغة المكثفة على شكل سي أتش ثري سي أتش بايتو سي أتش باي فور سي أتش ثري أو سي ثري أتش سي أتش سي أتش سي أتش سي أتش سي أتش 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 شكرا لإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية